بنك والإسكانة تشادي المعروف اختصاراً بالبي اش تي بعد طول انتظار أصبح واقعاً ملموساً الأربعاء السادس عشر من أغسطس تم الافتتاح الرسمي للبنك بحضور كل من أمينة الدولة بالمالية بناتا تشاليسو إلى جانب وزير استصلاح الأراضي والتمدن بولن باي وعدد من الشخصيات التي تعنى بالمجال المالي والمصرفي الهدف الرئيسي من إنشاء هذا البنك هو تلبية الحاجة الماسة للمواطنين في قطاع السكن وتدارك التأخر الكبير الذي يشهده هذا القطاع هذا ما أكده المدير العام لبنك الإسكانة تشادي هشام بن عمر خلال الحفلة الافتتاحي مضيفاً على أن البنك يبلغ رأس ماله عشرة مليار فرانك سيفا حيث تشارك الدولة بنسبة خمسين بالمئة من رأس المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة خمسة وعشرون بالمئة والشركة تشادية للمحروقات بنسبة خمسة وعشرون بالمئة ومن بين أولويات البنك بناء علاقة ثقة مع جميع المتعاملين والزبائن في المستقبل القريب كما أن البنك شريك أساسي في عملية تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني هذا وإن البنك يضع في المقام الأول الطبقات الغير قادرة على توفير المال اللازم لعملية بناء السكن الصحي والملائم وذلك عبر تقديم قروض ميسرة طويلة المدى وزاد نسب فوائد قليلة مقارنة بالبنوك التجارية الأخرى إضافة إلى ذلك سيقدم البنك الخدمات البنكية الكلاسيكية المتعارف عليها كما أنه تم وضع خطة واستراتيجية واضحة المعالم وطويلة المدى متمثلة في فتح فروع تابعة لبنك الإسكانة تشادي في أقاليم البلاد المختلفة أمينة الدولة بالمالية بناتا تشاليسو قالت إن إنشاء بنك الإسكانة تشادي جاء نتيجة للإرادة القوية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرصه الكبير على توفير السكن ملائم لجميع الشاديين اختتم الحفل بقص شريط الافتتاح الرسمي كما تمت زيارة مختلف الأقسام الداخلية لبنك الإسكانة تشادي من أجل التعرف على مختلف الخدمات البنكية وخدمات قروض الإسكان المختلفة ومن أجل التعرف أكثر على الفرص التي يقدمها بنك الإسكانة تشادي تم تنظيم مؤتمر صحفيا جمع وسائل الإعلام العامة والخاصة وخلال المؤتمر أوضح المدير العام للبنك هشام بن عمر أن البنك بدأ نشاطاته في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ولكن بالرغم من ذلك سيقوم البنك بتقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل الوفاء بالالتزامات التي أنشأ البنك من أجلها أننا بدري كما قدمنا بالبنكي نخدمه بكاش تجارب أخدمه بكاش يعني أننا جاين في حدف واحد حدفنا واحد المهم ده أي تشادي إن شاء الله عنده ألفين ريال يفتا كونت نخدمنا بكاش ومما لا شك فيه فإن بنك الإسكان الشادي سيكون له دورا كبيرا في ترقية قطاع السكن والتمد في شاد